اشتركوا في القناة اذا سامحت مصر لطائرات حربية وعمودية واخرى من دون طيار بدخول اجوائها وقصف اهداف فوق اراضيها ونقلت الصحيفة عن مسؤولين امريكيين ان اسرائيل اشتكت لدى واشنطن من ان القاهرة اخفقت في استكمال الغارات الاسرائيلية بدأ حركات الجنود المصريين على الارض واضفت الصحيفة ان مصر واسرائيل هما الان حليفتان في السر في حرب غير معلنة ضد عدو مشترك